اهلا وسهلا بكل مشاهدينا وحكاية جديدة من حكايات الجمال والرشاقة حكاية هنغير بها حياتنا والسلوكياتنا اللي تعودنا عليها لسنين كتير او يتأثر بالسلبة على حياتنا انا الاوان دلوقتي ان احنا نغيرها معاكم في حكاية ايا حكاية ايا بيقول لكل ام كل سنة وانت النور والجمال والحضن الدافي في حياتنا كل سنة كل ام مصرية وعربية بألف خير وصحة وسعيدة ازاي نقدر نثبت وزننا ونحافظ عليه بعد النزول ده هنعرفه النهاردة مع الدكتور ماجل زاتون استشاري الجلدية وعلاج السنة كمان حكاية ايا النهاردة في المطبخ شكل تاني هنعمل ايه هنعمل بوكيه لشدت الحبايب امنا بس بوكيه من الفتحة الام هي اغلى الحبايب وكل الحبايب حتى لو كانت الحما برضو هي ام ازاي نتعامل مع حامتنا ازاي ندوب اي خلافات مع حامتنا ده اللي هتحكي لنا عليه الدكتورة امل سبح خبيرة الاتيكيت والعلاقات الاسرية كل الحكايات دي هنقدمها لكم النهاردة في حكاية واحدة حكاية اياه اشتركوا في القناة كتير قوي بينزلوا في الوزن مع الرجيم بيعملوا دايت وبينزلوا في الوزن بس للأسف بيرجعوا ويزيدوا في الوزن التاني يزيدوا بالتدريج وساعات بيزيدوا كل مرة واحدة تثبيت الوزن وثبات الوزن دي لها حاجات كتير وقواعد واسرار كتير هنعرفها النهاردة مع الدكتور ماجل زاتون استشاري علاج السمنة والتغذي زكي اياه بارك عملايه بنور بنورك حبيب رب نافلك لي قولي يا دكتور ناس كتير بتشتكي من الحكاية دي تثبيت الوزن او ثبات الوزن في حالتين اول حاجة انها ما بترفش تنزل في الدايت وتاني حاجة انها بترجع الوزن تاني ناخدها حاجة حاجة انا لو بعمل رجيم وااجي اقول ما بنزلش ما بنزلش ليه؟ ما نماشي على رجيم طب حاول بس الكلمة اياه قبل المتاع تثبيت الميزان اللي هي من مفهومي انا الطبي ان انا بعد ما خلص يعني مفروض المراحل اللي نكحة جدا للتخسيس مراحلة التخسيس انا عايزة خمسين ستين كيلو مثلا بمنظومة علاجية نكحة بمنظومة تغذية نكحة بجلسات نكحة بتكلم على طبيقية شغلي انا انا ما بنعملش براحات مثلا فهو مفروض الحد دي سلسلة نكحة من رجيمات خلال الاسابيع ما فيش حيث معي الجسم يثبت ولا معدل الحر يوقف طالما الرجيم ناجح جدا من اول يوم وبعد دي سلسلة نكحة من رجيماته مع منظومة علاجية نكحة بتكسر دون زي عود معدل الحر اللي فاهمي زي ما رجل تستنى احتياجاته العلاجية ان الدول حيكسر دون الدول حيرفع معدل الحر الدول اللي يمنع الجسم يكون دون اللي هي منظومة اللي تمنعني من دخول قط العمليات ثم يبجون ناتيج جيب علي بس في مرحلة ما بعد التخسيس اللي هي مرحلة حسمها تذبيت الوزن معايا وفي مرحلة تالتة بعد هي اسمها المحافظة على الوزن يعنى انا لو بكلم طبين قوي في حال مرحلة تخسيس حسمها تذبيت الوزن معايا في حاسمها محافظة على الوزن عشان مرجعش اللي انزلته تانين بالظبط تذبيت الوزن هي مرحلة انتقالية اللي هو السؤال الدايمن الناس بتسأله دكتور ماجد هدى طول عمر هعمل ضايت لقا طبعا ملتش كات consult معايا هي مرحلة تخصيص فيه أنزمة معينة بسعرات بكمية ألياف معينة قيمة غزائية عالية جنف الضايت إذن أضمن أنك تخصي عندي 70 كيلو 100 كيلو ولا شعر ولا بشرة تتأثر ولا كندة كله من خلال أنزمة لحد دي إن شاء الله طبعا كله بأمر الله بعد كي مرحلة التثبيت هي المرحلة تقلية يا آية من الأكل الضايتس للأكل العادي بس تحت ملاحظة الملاكز عندي فعلا يا دكتور أغلب الناس في المرحلة دي بتزيد كله يعني أول مثلا الكيميكال دايت يمشوا عليه وانس إن هما رجعوا للأكل الطبيعي يرجع يتخل كله ده لو شاموا الأكل يا آية ده فيه دايتس بتخديم ما تفر بمعنت أو بعض أنا ما عاربش يعني ما بش عايز تخدش في تفاصيل قوي لهو رجيمات مش نجحة هو خلي بك الرجيم النجح يعني إيه إن حبني بناية نجحة حبني عمارة أو تستمر معي يا كاميرا 100 دور لأساس بتاعتها متين يعني ده الفرق أنا بنابني عمارة 3 دور أساسها بش متين خواعد النجحة في التخصيص أو في الضايتس الناجح لو عمارة تدور والتالي تلاقيه إيه وقعت على دماغ الناس اللي عاديين فيها فالفكرة كلها طبعا بدايتك صحة في الضايت بروجيم فعلا ناجح صوراته محسوبة كويس قوي مكتوب بعناية وبضقة وبعلم تأكدي تماما إن نهايتك هتبقى إيه نجحة جدا اللي بدايته صح في أي شيء أكيد طبعا ناجحة نهايته صح معايا ومش عايز أقولك إن الضايت ده لازم يتذكر صح يعني عايز أقولك يعني مفروض دايما بقول المرضى اللي عندي تبري إن الضايت ده نوم عنواع الهومورك ذاكر الضايت جدا افهمي كميات سوعة المكودة فيه موعيدي الأكل شكلها إيه نوعية الأكل المكتوبة كميات الأكل المكتوبة طريق تحضيل الأكل المكتوبة الموضوع بشسنة وزيت عشان كده بقولك أنا عايز أدي نتائج طبعا أمين في اللي أنا حقوله بدليل إن الناس بتمشي على الضايت ما بتخسش وفيه ناس بتخس على الضايت بتلتزم بالضايت عندي وتخس وفيه ناس عندي برضو عشان كون أمين بسموده ما بلتزم مش بالضايت بقصوش أنا بالساح يعني لو أنا بجيب حالة تنزل 100 كيلو وأمانة بينزلوا معايا 100 كيلو والله هو أكبر ورحال وقوية أهلا بالله مع الناس ملتزمة طبعا ملتزمين بالضايت وملتزمين بالنصايح اللي تجيها له هي كلمة حلوة أول اللي انت قلت يا إيه في حاسمها الضايت وفيه تعلمات مصاحبة للضايت اللي هي تماشيني على الطريق صح؟ بالضبط كده إن لو أنا قررت الضايت من غير ما أشرحوا ليها مش هتفهموا العيان أنا كاتب روشيتة هلاجية لازم أكتب الجرعات بتاعته هو فيه دواء بينزل كجرعات يعني كدواء الدكتور بيكتب الدواء من دواء نكتب جرعاته لا طبعا كابسولة قبل الواجبة بنص ساعة دي بعد الواجبة دي بعد الفطار إن روشيتة مش هتبقى كم فعشان كده أنا بالنسبة لي الضايت عبارة عن روشيتة طبية سلسلة نكحة من رجمات الطبية الغذائية يوم أسبوعية بتتغير بسيس سم معين لمريض اللي عايز يخس يعاني من السمنة حتى لو عنده ضغط أو سكر أو كروسترول أو صرب شرايين وإن شاء الله ينزل إلى 100 كيلو مغير أي مضعفات وما بيرجعش لو أخسر لأنه بقى لايف ستايل لا مش كمان هو اللي عايز يقول لك يعني بقى المعارفة عشان سادة مش هدين يستفيدوا هي الفكرة كلها أنا عايزة دي كم معين من السعرات يعني أنا بالنسبة لشغلي مثلا وطرفه نواية الضايت وأكيد الناس عارفينها إن شاء الله يا رب يكون بالخير إن بأكل المريض كل ساعة ليه بأكله كل ساعة أولاً لكذا السبب عشان عارف عن معدل حالي كل ساعة والجسم ما بيستفيدش يخلي باقي حاجز ما معدل تمسيل غذائي دايماً مثلاً المريض السبنة كده يقول لك إيه أنا معدل حالي ضعيف هي معدل تمسيل غذائي عنده قليل فبالتالي لو أنا إديته معي فرضاً حرمته من الأكل الزيادة في الضايت معدل حالي بيبتدي إيه يقل زيادة يعني أنا عمش عايزة أقول لك دايماً مثلاً المريض اللي بيقوله شيل وجبة شلت وجبة معدل حالي بتاعك هيقل لـ 30% زيادة عن كل وجبة بتشال لو شل أي وجبة في اليوم سواء في طار أو غدا أو عشرة طبعاً عشان أساسات ضايت النجح وعشان كنتك هي أسيات التلاتة وجبات موعيد الأكل فيه سناكس من الوجبات والسناكس دي ليه؟ خيارة جزرية فكاية بقى أنه أرفع معدل إيه؟ الحرق التالي كل ساعة لا واستفادة تانية آية أرفع السكر في الدم كل ساعة أرفع معدل الفيتامينز كل ساعة أدي طاقة كل ساعة بإذا بقى الرجيمات اللي تعملها من أول يوم هبوط وضوخة وصدور عشان ما يجليش اكتئاب كمان طبعاً الفكرة كلها هي فن مش عاول فن يعني ما عارف شو هو طفل من عنده هو تكنيك صح تكنيك نجح معايا بحيث أضمن اللي خاسه عندي مايرجعوش ليه بقى أنه بقى أكل كل ساعة برضو نقطة مهمة قوي مايرجع الأكل الطبيعي معايا مافيش سعرات زيادة كتير قوي فباش فرق كتير بين السعرات اللي يأخدها في الضايت أنت واحدة بقى لكن السعرات اللي هتريد هي أخدها جديدة حتى لو في معلقة زيت الضافت أو الأكل يتحط له زيت فما بيئيه ما بيرجعش غير بقى رجمات اللي هو إيه الفطر بضاية والعشر بضاية والغدا صدر فرخ اللي هو زي كينيكال بايت أو كيتجينيك بضاية يجي يشم الأكل ورب الكعبة يرجع أضعف أضعف اللي هو خاسه ده في إيه في سبعين ثلاثة معايا عشان كده وليش شكو عامة من الناس فهي القصة موضوع كبير قوي تتعلم من موضوع الحرقة معلش بسوا كلها معلومات نصايح للناس طيب العيان هو بيخص عندك بالخمسين كيلو والأربعين كيلو ما بيثبتش في النص هقولك بقى إثبت إمتى لو جيت أسبوع حاجه بالعيان يقول له أنت جسمك المعدل بشحله رغب النازل خمسين كيلو فممكن يرد عليه بسهولة قوي دكتور مجدنا نزل تربية خمسين كيلو فالمفروض الجسم يقوله قابد موضوع فعال غلط الأسبوع ده الأكل كان متأخر بس طاضه ما شبتش الماي شيلت اللي سناكس بين الوجبات فمعدل حرق ضاعف آه يعني ثابت الوزلي ده بسبب لو للطبيب خلل في التعليمات منافذاش بص يا حبيب قلبي هي الفكرة كلها يا آية هي يعني ثقة الطبيب بتاع الضايت اللي مفروض يكون ناجح وبيجيب معدلات كويسة جدا وبسرعة وبصحة يكون عنده ثقة في التعليمات اللي بديها فلا تعليماتي معايا أنه أضمن معدل حرق القفش ولا أسبوع حتى لو تنزيلي 100 كيلو مهما بجيب حالات يعني أنا إن شاء الله كده هجيب لك حالات نازمة 100 كيلو يعني تمام؟ المهم اللي عايز أقول يوم الأسبوع اللي ما بيخسش فيه بفهم على طول أنه عامل عكس التعليمات يعني المشكلة بيش في جسمه ولا الحرق ويف ولا مشكلة في الضايت ولا في الميزان ده السفق ما تتبعش التعليمات التعليمات الغرط وفعلا لما تقعد يتنخواري في العيان تجيب أراره أكل بيعترف يعني بيعترف ما بيعترفش أول مان تعرفها الستات طبعا من أول دكتور وحياتك عندي أنا ماشي يا عضايت معايا أما تجي بقى تنخشيها بقى كده وتطلعي منها تفهم تعطوه إيه الغداء كان الساعسات ما ده إيه ما كانش في معاده صح ما شابتش المية لعبة رياضة زيادة خلي بالك ساعات الرياضة بيجيب نتيجة عكسية يعني برضو من ضمن سبات الميزان هما أربع حاجات ممكن يوقف الميزان معايا آية بعيد عن اللخبطة أه أثناء الدورة معايا ممكن يحصل السبات في الميزان نتيجة في تخزين الميا تمام لو جد في أسبوع الأسبوع ده أنا كل يوم مشيت ساعة حجم العضلة بإيه؟ بيزيد وحط على الميزان تدعي نهاية الأسبوع وتبقى مظلومة فعلا معايا أو عندها إمساك عشان ما نروحش من حجم العضلة أه معلش أنا أسانا لا 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 أنا عارف عن ده حجم العضلة حاجاتك بتقول إن هو بيزيد فا ارتسبت على الميزان طب الصعرات اللي حرقتها في المقابل مش كافيلة إنها تنزلها ولا هو محتاجة صعرات أكتر من كده في نقطة في نقطة النقطة كلها محترم طبعا الرياضة معايا الرياضة أنا بالنسبة لي أنا مفروضة أنا بتعمل عوزان كبيرة آية يعني أنا سواحدة جالجالي وأزنها متين كيلو حقولوا هناك بالعيب الرياضة لا طبعا أكيد لا طبعا إذا أمرت عيب ما أستطع بس يبقى عندي إيه التكنيك إن أنا كسر الدون وهي أحطة رجل على رجل معايا طبعا ما حرفع معدل التمثيل الغذائي وهو مش معدل التمثيل الرياضي هو اسمه البيزان متابولي كريت اللي احنا دايما بقول له دايما هو اسمه معدل التمثيل إيه؟ غذائي يعني مش الرياضة أو طبعا أكيد يعني دايما أنا أم سأقول لها حرك ضعيف طول أقصي ما لعبش الرياضة ما لهاش علاقة بالحرك بالرياضة دايما كمية السعرات علميا كمية السعرات الجسمك يحتاجة يوميا وانت في حالة إيه؟ سكون ده تعريف الطب للكلمة معايا في حالة إيه السكون عشان يتم معاياة الفيسيولوجية بتاعته بأمان يعني وإحنا عادين سكتينك عشان نستعر بس المعادل التمثيل الغذائي تعريفه إيه يعني عكس الكلام التاني اللي هو الرياضي أو جملاش عقبري ده خالص وانت يعادك كده سكتة كده آية في حاجة ما ضربات الإيه؟ القلبي بتحرر المصارين بتشتغل، المسانية بتشتغل ده مجهود الداخلي بيحرق حركات اسمها العضاء الخيلية فيها في جدارها حاجة اسمها سموس مصر عضلات بتتحرك إيه؟ لا إرادية معايا السهلاك هزي العضاء للكالرز هو ده سميسموه معدل إيه؟ الحرق التمثيل الغذائي فلمتين إزاي؟ طب دكتور إزاي أزود معدل الحرق بتاعي؟ يعني إيه اللي ممكن أخده أو أكله أو أشربه يزود لي معدل الحرق؟ يعني بالنسبة للوحدة بتخس؟ آه تمام؟ علاج ناجح جدا يرفع معدل الحرق معايا حاجة اسمها راس بريكيتون حاجة مادة اسمها جرسينيا تمام؟ مادة اسمها سيل لإيه؟ اللي إيه طبعا؟ دي أبو إبري ياخدها المريض السمنة عشان يزود معدل الحرق الجرينز هو الشاي الأخضر جرينز فاتح خلي بالك هو الفكرة كلها انت عايزة تخس العين بس مش عايزة هو انت بتخسسين يشتكي ان السكر وقع او ضغط القل او الشعر بيقع بتحوط كل المشاكل اللي ممكن يقابلها بالتكنيك النجحة طبعا انا عايزة اككون امين في اللي نقبرهولك هتجيلي الاياد انا هكسسسك تلاتين كيلو جزيبش عليك بخير بتخسين سنة يعني مش عايزة ان يمتلك نعمة من عند الله صبحنا وتعالى انه خسسك فيها، انت حاطة راجل عليك بيحتم الرغية فانا فهم كمية السعوات اللي بدلك يومياً كل ساعة بأكلك فأرفع معدل حرق كل ساعة وتمسيل غزائي اللي هو تمسيل غزائي خلي بالك ان الجسم بيخدش طاقة من كبس جهرابة والعمود نور اه طبعاً اكيد من الاكل بيخدها من فين؟ بروفو عليك يا ايه من الاكل عشان كما اكلك كل ساعة برفع معدل ايه؟ الحرق والتمسيل غزائي التالي عشان كاية ضد دماماً اللي يقول لي انا بشيري وجبات او بشيري سناكس جسمها بيثبت في الاول لو شالت واجبات معدل نزول بيبقى ايه؟ سريع بعد كابتة تفرح او بعجلية تروح لابسة فين؟ في الحيط ايبقى ده برضو من اسباب ثبات الوزن على المزاج ما دي خبرة ما هي دي الخبرة اللي انا دايما وجه العيان انا وعدتك بشيء حنفسه لك معايا؟ بس اسمع الكلام مش اسمع الكلام يقاري لك ابدا ما عنيش عقود نفسيا بطلع على العيان على قد ما هي اي ايه؟ قانون الضمان في التخسيس وليس قلون الاحتمالات انا مش مقولها هيجيل عيان معايا حياخد مثلا انسي حياخد منظومة علاجية او حياخد بش عارف ايه معايا واجسمه يثبت بعد اسبوعين ثلاثة حت تعرف حقي انا خلاص ثقتي في العلاج اللي حتدوله ثقتي في المشروب الجرينز اللي حتدوله ثقتي مثلا في الجرينز اللي هو الهاسك البودر اللي هي من الماء ده والكلام ده خلاص هي الادوات اللي انا عمتلكها تكسر الدهون تزود معادة الحر تمنع الجسم يكون دهون يخس بصحة من غير مضاعفات وده مريض السن العائس كتب اكيد طب شايل اخده يا دكتور ايه رأيك فيه شايل اخده بص هايزيقولك حاجة بأمانة الله فعلا من الحاجات الطبيعية معايا اللي بترفع معادة الحر من الحاجات الطبيعية المضاد للاكسادة ويزبط ضغط الدم وسكر وكروسترول معايا وفي نفس الوقت اللي حوز على ايه؟ على البشرة يعني انا مش عارفة انا شغلي كجلدية معايا لو بدي كريمات عشان التراهولات والسلوليت والسيرتش ماركس اللي بتظهر عنده مريض السنة بدي له فيتامينز معايا بيبقى فيه جرين تي بحاسي مادة الكوليشين كمان يعني مستحاب انه ويشه بشيء بصي هو كشغلي كطبيب انا عايز ادي ايه؟ اه اه الاج ناجح عشان كده اتعملت اخضر المكثب يعني اه واسقين في الدكتور ماجد انه واخد ابالك بخبرته واسماته الطيبة انه هكتب منظومة نكحة الاج ناجح دوء ناجح اكتب الياف نكحة معايا ازاي جرين هاسك والكلام دوت اللي تفيده وضيفه تب كلمنا عن جرين فات شوية الشاي اللي هو بتاعته الشاي اللي اخضر مسته اولا هو التركيزة بتاعته ده مش شاي اخضر عادي ده شاي اخضر مركز حاجة ميديكيتد يعني يا جماعة فهموا الكلام معايا مع احترامي يعني مثلا اقول توت البري بيخس او بزود الحار واحد ده تاكل توت لا هو طبعا الشركة اللي بتاعمل لتوت البري تاخد المادة الفعالة بتركيز ايه لانا لو اكلت توت كيشير في سكر هتدخل لانا هم هو الظبط كده الناس بس يعني هيا مش ففووم يعني هيا الفكرة كلها الناس حاجة بقى هي معالجة تببيا باخد المادة الفعالة من الجرين تي بترجع اناسه مثلا مثلا ساي مثلا اللي هو الجرين فات جرين فات بياخدوا بمادة معينة المادة دي تركيزها 80 ضعف الشيء اللي أخذت بسيبيه في البيت العادي يبقى مضاد زاود الحرق أعلى وتزويد الحرق بتاعه بيحوالي 200 كيلر في اليوم حتى مضي الرياضة لو مشيت يحاولي مثلا زايد ثول ساعة إلى ربع ده عشره كمرة في اليوم؟ ده عشره كمرة في اليوم؟ يتشرف ده عشره ده عشره منه برفع بيه معادل حرق منه برفع معادل حرق الدهون بكسر به الدهون بيزبط كورسترول يزبط ضغط الدم يزبط نصول السكر في الدم غير المطالب الأكسادة ويحسن البشرة طيب قول لي يا دكتور هو بيزويد لي الحرق وهو عبارة عن شيء يخضر مركز بس هل هو فيه كفاين كتير ولا هم بقى متغلبين على الحكاية دي لا ما فيهش الكفاين بصي يعني يزاود ضربات القلب لا 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 ما دين نوعه طبعا عشان لاس ممكن تخاف من حاجة زي كده يعني احنا مثلا ما بنكتب مثلا جرين كوفي بيش جلال الاهوة عشان كده قلتلك الاهوة مش بصحابي عشان بتنفع ضربات القلب انا بكلم عن الجرين كوفي لكن الجرين كوفي جلال الاهوة الخضرة بيلاقي تركيز معين ومره في اليوم عشان كده قلتلك محدش ياخد أدوية من عن نت معايا لنهم بيعاملوا مشاكل طبعا مشاكل وانا برضو بضيفها ان بيادى كتير جدا وانتي عارفة ايه آية عشان صغط بعض الناس في الدكتور ماجد في أدويته والكلام ده بيادعوا بالنصب ان تابع ايه طبعا احنا عندنا أدوية للدكتور ماجد احنا بش عارف سيدليت الدكتور ماجد احنا الدكتورة بش عارف مين بش عارف ايه وطبعا هارين الفيس ولا ماليش اي علاقة بيهم يعني ولا بيادوية ولا كلام ده على الفيس ولا كلام ده خالص معايا فبرضو بنبه الناس من النصبة والاحتيال اللي باسم الدكتور ماجد يا رب الناس اللي عندها ادراك أنا مليش عواقب الأدوية اللي بيكتبوها رغم من هم بيدعوا أنها تابعة الدكتور ماجد ويقولوا إحنا ده كترة المساعدين للدكتور ماجد وعندنا الوصفات ده على الدكتور ماجد وهم أكتر يعني ناس أكتر نصباً والكلام ده فربنا يكفينا شرهم يعني طيب قولي يا دكتور دلوقتي الناس بس أنا متروح الجانب أو تعمل مجهود بيبقى محتاجة العصير هل الجرين هسك اللي هو المشروب اللي بتعمل توت أو طعم اللي فيه اللي هو بيملى المعدة هل ده يغنيني عن العصير هل الأخذ أشربه كعصير وهو بعد كده يشبعني الجرين هسك آه أنت تتكلميني أصلا كل حاجة بتضع في دماغي بوظيفتها فعلا أنت تتكلميني على واحد يش بيقامل دايت على ناس رياضيين آه مثلا تيملى المعدة بالزبط وفي نفس الوقت يدي له طاقة أو طاقة أنا بنزل أروح الجيم ما بعملش دايت بروح الجيم ماشي بس أعلمش أعيز أشرب عصير بعده لا لا نقطة الحلوة أنت قلت يا إيه أنا ممكن أروح الجيم أسلك سعرات أطلع رادي الجيم كوبتين عصير بالزبط حواوشي حت الجاتوم أنا حرقت آه اللي حرقوا في ثلاث ساعات يضيعوا فين في ساندوتي آه يباك إنك يا بوزيت ما إيه مغازيت تمام والعصير بالزاكي إن الناس بتاعتش عصير سعرات عالية جيدة فبتحتاج إنها تشرب عصير فهل أنا بسأل الجرين هاسك ده يعوضني عنه أصير آه يعني أنا محط كفيتامينز آه يعني السش اللي فيه كأسمه ده كألياف اللي هي مادة اللي هو السيليام هاسك معي دي مادة بتمنى المعدة حوالي متين ضعف حجمها فتدي إحساس بالشابة على منتشرة ساعة تمام غير فيها مادة الإلكارنتين اللي بتزود الحرم عناصر رياضي يعني دايماً اللي بعاب الرياض عارفين مادة إيه قمة مادة اسمها الإلكارنتين تمام وفيه برض مادة اسمها الكروميوم كمان في الألياف دي معايا بتزود معدل حر وتخلي السكر ما يتحولش لإيه لدهون إنه هو مادة كروميوم بتفتح البوابات ريسيبتروز الموجودة على جدار القلاية يدخل السكر جوه الإيه جوه الخلاية بأجوال القلاية تحت أسير هرمون أنسولين كما مادة كروميوم فهو كمنتج ناجح يدي إحساس بالشبع ثم ما يتحط الشبع على كوبات عصير كبازة بورتقان تمام ملع المادة إدي إحساس بالشبع فيه مادة السليلوز وظفة الجهاز الهضمي حسينة وظيفه كمان وفي نفس الوقت فيه مادة الإلكارنتين اللي بينفتان فعليراضيين معايا واللي تزود الحر حتى مع التقسيس أو فقد الوز ومادة الكروميوم اللي بتزود معدل الحر يعني هو مناسب للرياضيين بصي أنا يعني أنا بسخل بالك هو الناس برضو ببسخين في دكتور ماجدة ما أعمل ركومنديشنز لحاجة معينة يبقى فان الكفاءة والكوالتي طبعا أنا مش ههرج مع الناس يعني معايا الكوالتي والكفاءة والنتائج وما ينكونش لها أي مضافات ولا واحد في المليون بدون أي مضافة لني بس هو كده أنا لما أضيفه للبرتقان حعمل كاكتيل بس أنا لو هو بتعمل توت وحطته على عصير برتقان حعمل بتعمل توت بالزبط كاكتيل توت مع برتقان ممكن اضيفه على مية بس لو واحدة بتعمل دايت مش هديعف عصير برتقان هديعف عمية مية أه ما هيدي النقطة لانا عايزة فهمها أه طبعا ما ناية يعني هم هو دي فكرة التوجيئ يا جماعة ما هو لازم بصي هو علاج سينا تخصص معايا فأنتي ما بتروح الدكتور فاهم هو فاهم تخصصه أني هيديلك طريق لإيه الصح بالجرعات المعينة كأشكال ما حدش اشتري أدوية مع النت أه حتى لو داو فيه مشكلة متعرفش مين ساعة مو دا احنا عشان كده بنقول اتباع لتعليمات والنصائح من خلال طبيعي المتخصص علشان لاوزني يثبت ولا أقابل أي مشاكل طبعا 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 وأستمر في النزول بلعيش الخباز بالبلدي كده أكيد هنكون عندي مشكلة في الجلدية بروح للدكتور جلدية مش كده في عزام رائع ما بفتحش عن نت أعالج الجلدية ولا العزام ولا الكابد من عن طريق النت هتدينا دايت النهاردة يا دكتور هتنزل لنا دايت النهاردة طبعا طبعا دكتور ماجد شرفتنا حقيقي يعني خلصنا كده نرسي على زيك يا كانت معلومات حلوة ومفيدة يا رب دائما وأضيف أنا بص عايزة أقول لك يا هيا مع حلقاتك أنا كل فكرة يا جماعة عايزة أضيف يعني منظومة نجحة سواء كان في الجلدية في النضارة في البشرة في شد الجلد كان شغلك يا دكتور الجلدية والشعر إزاي نحافظ عليه وإزاي لو فيه مشاكل في الشعر دي الحالات اللي أنا دايما بطلع بها من ناس المعلومة وخصوصا النهاردة عيدة وقومة بقى ممكن تقول لمامتك كل سنة وأنتي طيبة عظيمة بحب وربنا أخليك ليا ومش عايزة أقول لك أن التوفيق يا ربنا أخيرا ثم دعوتهم أكيد طبعا أمي ثم أمي ثم أمي ربنا أخليها وبعدين برضو دي هداية حلوة لست الحباب إن احنا نجيب لها لوشن لبشرتها لوشن لشعرها عاجات علشان تخسرين أمهات كثير جدا يعني هي مجموعة جرينز برضو مي تدي نوع من أنواع القيمة للمنتج نفسه إن موضوع اللي هو الجرينز بتاع اللي هو السكن لوشن لكل مشاكل الجلد بشرة جفل فهينفع بقى للأمهات فعيد الأمهات واخن الشمس وشد الجلد فإن شاء الله يكون كل حاجة لها قيمة ولها كوالاتي يكون لها نتاجي مرسي يا دكتور شرفتنا مرسي يا شكرا حاسبكوا بقى مع الدايت بتاع دكتور مجزتي مرسي يا دكتور 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 مرسي يا المترجم للقناة 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 كل سنة أمهات مصر والعالم العربي كله بخير علاقة البنت والحمى والعلاقة المفروض إنها تكون علاقة البنت بأمها هي نفسها علاقتها بالحمى بس أحيان كتير جدا ما بيوصلش المسج دي نهاردة معاني الأستاذ أمل سبح حتكلمنا عن علاقات المضطربة وغير المضطربة بين الأم وبين المرات الأب إزاي حضرتك؟ مش عرفاني إزاي كآية مرسي قولي لي بقى المفروض إيه؟ الناس كلها عرفة المفروض أكيد طبعا بس أحنا بتغيب عننا شوي خلينا نتكلم عن الأم الأم هي حنان الأم هي اللي بتديك الحياة الأم هي المرجع الأساسي اللي أنت ترجع لها إذا كان بنت أو رجل الأم كل ما بنكبر كل ما بنحتاج لها أكتر زي ما قال نابليون ما قلته الشهيرة اللي هي المرأة اللي بتهز المهد بيمينها قادرة بزبط قادرة أن هي فعلا تهز العالم بيسرها المرأة أو الأم بالأخص زكرة 11 مرة في الكرآن المرأة أو الأم برضو تاني المرأة أو الأم الاتنين واحد لا يتجزق بالزبط واحد لا يتجزق المولى عز وجل كرم المرأة المولى عز وجل كرم الأم سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام كانت سيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق اللي ذات النتقاي فرحت له قالت لي أم مشركة هل أتصل بيها؟ قال لها أيوة اتصل بيها ولا تنهرهما ولا تقول لهم ما أفن وقل لهم قولا ما أفن بالزبط حتى اللي هما لهم مشركين ما نعملهمش وحش نتكلم بقى عن علاقة اللي هي البنوتة أو الرجل بحميته عايزين نتفق؟ البنت بالزيت هي المشاكل أكتر بتبقى مع أمرات الإبن مش عارفة ليه مش قاعدة عم أنا الحمد لله بصراحة حميتش مش الله عليها هي سمعنا دلوقتي طبعا هي سمعنا والله لا بس فعلا الناس كلها عارفة من زمان إن أنا فعلا بشكر فيها بس عشان كده كنت بقول لها حضرتك قبل ما نبتجي الحمى العقلة هي أساس العلاقة بصراحة درأي بصي هي الحمى العقلة مش أقول الحمى العقلة حتى لو الحمى فيها نوع من الغيرة فيها نوع إن حد هي ربط ربط بقى عشرين سنة تلاتين سنة خمسين سنة هي ربط وفجأة إسفجأة واحدة بتيجي تاخد ابنها طب ما هي جوزت وأخدت برضو يعني خلينا بقى نتفق يقاي الأم دورها بقى بيبتدي من هنا أم البنت تبدأ تقول لها أنت بتنتقلي من عيلة لعيلة تبدأ تنصحها تبدأ تقول لها مسيرك يا مرات الإبن هتبقي حامى حتى لو ما بقتيش حامى يعني الدنيا سلف ودين طبعا زي ما بتديه النهاردة هتخدي بكرة حتى لو ما عندكيش أولاد هبوس تلاقي حد بديك حب حد بديك حنان فأنت إعرفي كويس قوي أن الدنيا سلف ودين صح لبقى التربية بقى أساس كل حاجة هي التربية الأساس الأم هي الأساس ما تسبيش ولادك ياخده التربية من العالم الخارجي طب والبنت هتتقبل أن هي تبقى حامتها شديدة أو صعبة هترف إزاي تتعامل معاها خصوة لبنطة صغيرة لسه لما بتجوز إحنا اللي بنوجه الأم اللي بتوجه في المرحلة دي الأم اللي بتقول لها يعني أعملي حسابك أني كنتي انتقالتي زي ما قلنا انتقالتي من عيلة لعيلة طب بفرد أن الأم ما أخذتش الدور ده تتعامل البنت إزاي تتعامل إزاي تتعامل إيه عشان تكسب حامتها بصي دا اللي بطالب بي وبقول بي وبطالب بي يعني الدولة مش بطالب بي حد والميديا إن إحنا يبقى عندنا زي ما بنعمل تحاليل دلوقتي للزواج نعمل إزاي يعني البنوتة تعامل الراجل وتعامل حامتها لو هي خدت دي وتبقى فعلا شهادات وورش عمل موفقة تأكدي إن إحنا هتبقى البنت هتقدر تتعامل مع حامتها كويس إزاي ومع ذوقها مش بس مع حامتها هي كمان لازم تعرف إن هي لو كذبت مامته هتكسبه أكيد كل واحد بيحبه مامته وبيقدرها هتكون زكية برضو في التعامل شوي بوسي أنا هقولك حاجة خلينا نتفق يا آية إن هو ممكن يغير السوق بس ما يقدرش يغير مامته وهي لازم تحط في دماغها كده لا تعود بالضبط لا تعود بالضبط الأم لا تعود يعني كانت فيه قصة كده أنا سمعتها اللي هو واحد تجاوز وبعد ما تجاوز فبقى يعني خلفه كده وأمه انتقلت إنها تعيش معاه بعد ما والده تواف فما عاشت معاه فقرت له هو البيت دايق فإحنا خلينا نحطها في قوضة فوق عشان تبقى برحطها ففعلا مرات الإبن طلعتها فوق وبدأت تطلع لها يعني الغداء كل يوم هي اللي تطلعه لها الإبن يسأل انت طلعت لها الغداء هو وثق في مراته تقول له أه طلعت لها الغداء كانت بتطلع الغداء بتاعها من غير لحوم ولا أسماك ولا أي حاجة كانت بتطلع لها بس اللي هو إيه الحاجات اللي هي النشويات اللي هي روز مكارون حاجات كده فطبعا الأم توفت الست دي اللي هي كانت البنوتة دي كبرت فحصل فيها نفس اللي حصل فجابت ابنها وقارت له أستوصيك بالله إنك انت ما تخليش مراتك هي اللي تطلع لي الأكل ليه؟ عشان هي حست إنه هو ممكن يتعمل فيها اللي هي عملته ففعلا الولد بدأ يطلع لها هو الغداء فجاب بعد حوالي مثلا سنة أو اتنين كل مرة يطلع من غير برضو أسماك أو لحوم يطلع بس بالنشويات اللي هي مكارونة رز حاجات كده فسألته قالت له يا ابني تعالى ما أقولك أنت ليه كل مرة بتطلع ليه وأنتم ما بتطبخوش أنتم ما بتعملوش لحوم أو أسماك أو كده قال لها بص يا أمي أنا أحكي لك على حاجة أنا كل ما بيجي طلع لك الأكل بيجي طائر غريب ياخد الأكل ياخد البروتين من على الصينية ويطير حاولت أنزل كذا مرة أن أنا أجيب لك أكل برضو فيه بروتين برضو الطائر بيجي ياخده فلاقيت لا محالة ونزلت عشرات المرات فهي حست فعلا أن الدنيا بس كان خلاص عد الوقت عملها بيطلع لك بالزبط عملها بيطلع في حاجات لا تؤجل اللي هي العقوق الوالدين واعتبري أن الحامة دي في مكان أمك في مكان أمك وهي دعوتها برضو مستجابة طبعا يعني عارفة اللي هو عامليها من ده زي ما أنت عايزة مرات ابنك تعملي صدقيني لو هي عملت كده هتفرق كتير بس يا آية خلينا أقولك حاجة حتى لو هي ما عندهاش تقولك أنا ما عنديش أولاد ربنا هيبعث لك طبعا اللي هو يقف جنبك فتأكدي أن حطي في دماغك داين تدامي بالزبط داين تدامي طب قوليه بقى فيه بيجي لها سئلة كتير من بنات هتتجوز في بيت عيلا وبيبقوا خايفين أو شايلين هم منهم يتجوزوا مع عامتهم بتنصحيه بيه هل تقدم على الجواز كده ولا تقوله لأ أنا عايزة عيش في بعقل واحد لأن خصوصا دلوقتي الناس كتير حتى لو هي ساكنة في بيت بيبقى ابنها فوقيها ابنها معيها تعمل إيه تقدم على كده تقدم على كده بس قبل ما تقدم على كده تشوف إمكانياتها ما هو ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعاه لو أنا حد حد في طباعي وفتكري برضو كلمة لن يدخل النار هين لين سهل قريب إلى الناس فأنت يخذي الثلاثة دول وامشي بيهم امشي بيهم مبدأ في حياتك مع حماتك مع 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 أي حد أنت هترتاحي وهتريحي اللي قدامك فخلينا نتفق أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه ما جيش أنا مثلا حد حد في طباعي عندي طباع معينة وأقول أنا هأقدر أن أنا عيش في بيت عيلة لازم أقلم نفسي ولازم أعرف قبل ما أدخل بيت العيلة إيه العواقب اللي ممكن تصادفني وأتعامل معها إزاي واللازم أعرف إزاي حدخل أتعامل مع حماتي وأخوات جوزي كمان يعني مش الحمال وحدها ساعدني بأخوات الجوز برضو مشكلة بوسي أنا هقولك حاجة أنا بشتغل مع ناس بسم الله ما شاء الله يعني ولا حول ولا قواتها إلا بالله الراجل بسم الله ما شاء الله كبير دلوقتي بس ربهم على الترابط كلهم مترابطين وكلهم بيأكلوا لحد دلوقتي يعني كلهم بسم الله ما شاء الله هو عنده أحفاد أحفاده الجوز ما شاء الله كلهم بيأكلوا على مائدة واحدة كل واحد له بيته ما حدش يقدر ياخد قرار ألا ما يرجع للحاج الكبير الأطب الكبير معلش معلش أنا حستوقفك هنا بس دي برضو ممكن تام المشاكل ما هي برضو تزوجها بتبقى عايزة تستقل بحياتها وساعات الحمى بتتدخل في الحياة خصوصا لما بيبقوا هما جنبها أو قريبين منها حتى لو مش جنبها ساعات الحمى بتتدخل في حياة مرات ابنها وابنها بطريقة مبالغ فيها يعني فيه ناس ممكن تروح تلاقي الحمى عادة في بيتها بتعمل حاجات عندها في البيت تتقبل أو تتعامل مع الدنيا دي ازاي تتعامل مع الدنيا دي بصدر راحب تعرف إنها أخدت ابنها بس نقطة ومن أول استطر وتحط تحتها تعرف إن لو هي بتحب جزها لو بتحب الشخص ده وما تجاوزتوش عشان هو جوازة وخلاص هتعرف تتعامل معها متى هتعرف هتحب حمتها عشان خاطر ابنها في مثل بلدي بيقول عشان الورد يتسيروا ليه صح؟ فاحنا نتعامل بهذا المنطلق نتعامل نسأل الكبار لو أنا أمي مش موجودة أسأل حد أكبر مني الناس الكبار دول عندهم حكمة عندهم خبرة حياة إحنا ما كنا صغيرين ما كانش عندنا خبرة الحياة دي بس بنكتسب يعني الحياة مدرسة كل يوم أنت بتتعلمي فيها حاجة معشان كده بقولك يا الحما يعني المفروض برضو أنها تبتدي تاخد مرات ابنها في حضنها لنداء ده اللي حصل معي بصراحة يعني يا حاماتي احتويتني في الأول لدرجة أنا يمكن قلت الحكاية دي قبل كده أنا أول ما تجوزت وكنت بتخاني مع جوزي كنت بجري أحكي لمامتي فحاماتي قاية تبوسي يا قاية مامتك في الأخر هتكرهه خليكي تعليحكي لي أنا أولا أنا هاخدلك حقك منه تانيا هو ابني عمله ما هكرهه في الآخر وفعلا أنا عملت كده بقيتها لتاخدلي حقك لغا ما نتبرنا واقلنا بقى فأنا قصدي أن الست الحما دي لازم تحتوي مرات ابنها تبوسي أنا بواجه طبعا للحما مش للبانوتة بس بس البانوتة أكبر أيا إحنا ما بنكبر خلقنا بدي أنا معاكي بدي فالبنت الصغيرة تستحمل عند قوة تحمل عن الست كديرة ده أكيد بالضبط فتتحمل وخليني أقولك أتفق معاكي على حاجة يا قاية إحنا لا نحكي للأم ولا نحكي للحما عارفة لي يا قاية اللي يقدر تبوسي بالضبط اللي يقدر ولا نحكي لحد نحكي عايزة تحكي احكي لحد زو حكمة اللي هو هيديك النصيحة عشان تستفيدي منها أنت وجوزك علاقتك بين أربع جدران حتى أولادك ما عرفوش بيها لسبب إحنا دلوقتي بقت عندنا اللي هو بقى فيه مشاكل كتير فيه علاقات متوترة كتير فيه ناس بقى بتخاف من الحسد فيه ناس بقى تقولك أنا علاقتي بجوزي متوترة وتبقى العكس فاحنا ما نسمعش الحد فيه حد ممكن تبقى حتة غيرة ليه آية تبقى عايشة كويس وأنا ما عايشة وحش فيه نفوس ضعيفة بالضبط فخلينا اللي هو إيه اتقي الله في كل شيء أنت ربنا ادهولك استعينوا على قضاء حوائكم بالكتمة صح أنا شارك لأنا عندي برد ولا حبيبتي وليه بس بأمانة كده هاي بتلاحظي أن الحماوات بتفضل زوج البنت عن مرات الأبو كتير قوي بتبقى كده ليه بقى بوسي هقولك بنتها حبيبتها قريبتها بالضبط بس عارفة بتحس أن فيه حد أخذ ابنها ما هو أخذ بنتها مش بيقولك فيه مثل برضو بيقول بلدك منين يا جوح قالك اللي فيها مراتي فعارفة هي بتجيب هي فعلا البنت بتجيب راجل للعيلة فإحنا عايزين نتفق أنه إحنا لا إحنا بنجيب راجل وبنجيب بنت كمان فالتنين فإحنا بنوصل حماوات وبنوصل بنت أكتر وبنوصل أم أكتر وأكتر والزوج برضو لازم يبقى عاقل في التعامل بالتنين ما يخلش حد يغير بوسي أنا هقولك حاجة الزوج ده قصة يعني عارفة دي حلقة لوحدها يا آية إحنا على فكرة عايزين حلقات كتير لأن إحنا محتاجين في بلدنا وفي علاقاتنا الأسرية الكلام ده كتير أيا أنت جميلة أنا من أول ما دخلت قلتلك كده أنا يعني ما بشوف حاجة حلوة بقول دي حلوة فعلا أنت كل حاجة فيك جميلة حبيبتي ربنا عارفة بتكلم معاكي أنا مش حاسة أن أنا قاعدة مرتاحة حاسة أن أنا قاعدة بتكلم حاجات أنا كنتم حضرة بس بقول في كلام تاني خلص إحنا بنتكلم الكلام اللي حسسنا أن إحنا قريبين من الناس اللي تتفرج علينا بننصحهم بقلبنا ودي نقطة مهمة فعلا حكاية آية يعني فعلا حكاية آية ربنا خلي أنت آية في كل حاجة على فكرة آية أنا ما بعرفش جميل أنا بقول اللي في قلبي واللي بطلع على الثاني كسفتيني بجد وش عايق مرد دلوقتي شرفتيني والله حقيقي ومش كفاء أبدا للوقت القصير اللي عندنا مع بعض لنا حلقات تانية كتير جدا إن شاء الله لإن إحنا محتاجين فعلا النصايح دي حقيقي أستاذ أمل حنزل لينك صفحيتك البيج على الفيسبوك عندي على الصفحة بتاعتك أكيد في ناس كتير محتاجة نصايح من حضرتك ومحتاجة تتواصل معك فانفيد الناس المسابقة بتاعتنا هتبقى على الصفحة عندي إن شاء الله الصفحة موجودة قدامكم على الشاشة علشان تبعتولي نعمل المسابقة نيومامي إن شاء الله حيبقى معنا كل الأمات الحلوين نرجع أحلى وأحلى من زمان ابعتولي على الفيسبوك أو انستجرام وإن شاء الله حنختار مش هقول بانوتات بقى أمهات يرجعوا معنا زي الأول وأحسن كتير يارب يكون حلقة النهاردة عجبتكم إن شاء الله استنوني كل يوم 3 الساعة 5 والإعادة الجمعة الساعة 3 في حكاية آية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة